أشاد موقع جول البرتغالي باللاعب ياسين براهيمي بعد الأداء الكبير الذي قدمه الدولي الجزائري مع فريقه بورتو البرتغالي ضد سبورتينغ براغا لاعب نادي غرناط السابق قدم الإضافة المطلوبة على مستوى الهجوم رغم مشاركته بديلا مع بداية الشوط الثاني وأنعش براهيمي بعد دخوله الخط الأمامي لناديه بتمريراته التي أربك اتفاع المنافس في أكثر من مرة والتي لم يحسن استغلالها رفقائه وسجل بورتو هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة عن طريق المهاجم الشاب روي بيدرو وبعد الأداء الجيد الذي قدمه الدولي الجزائري سيكون المدرب نونسانتو مجبرا على إعادة حساباته فيما يخص براهيمي الذي قد يدفع به أساسيا في مواجهة الجولة المقبلة عرفت المباراة التي جمعت نادي واستهام الإنجليزي بأرسونال خسارة تقيلة لرفقاء الدولي الجزائري سوفيان فيغولي على أرضية ملعبهم وأمام جمهورهم بخمسة أهداف لهدف واحد وهي المواجهة الخاصة بالجولة الرابع عشر من البريميرليغ سوفيان فيغولي بقي حبيس دكة البدلاء في هذه المباراة حيث يواصل المدرب بليتش تهميشه الخسارة القاسية التي مني بها نادي واستهام قد تجبر التقني الإنجليزي على تغيير خططه وإعادة حساباته بشأن فيغولي الذي يعاني التهميش وفي حال بقاء الأمور على ما هي عليه الآن سيجبر الدولي الجزائري على تغيير الوجهة ولو على سبيل الإعارة لكي يبعث مشواره مجددا شارك الدولي الجزائري هلال العرب سوداني أساسيا في المباراة التي جمعت فريقه دينامو زقرب ضد نادي ريجيكا في قيمة الدور الكرواتي وشارك السوداني في كامل أطوار المباراة ولم يقدم بنشلف الإضافة المرجوة لناديه وعجز حتى على هز شباك منافسه واكتفى فريقه بالتعدل الإيجابي بهدف في كل شبكة ذكرت صحيفة فرنس فوتبول الفرنسية في أحد مقالاتها أن الثنائي الجزائري صفيا في غولي وياسين براهيمي فضلا عن الدولية التونسي أيمن عبدالنور يعدون من بين أحسن الصفقات التي يمكنها تقديم الإضافة لأولمبيك مرسيليا في حال التعاقد معهم في المركات الشتوية القادم رغم مشاركتهم مع أنديتهم في كان 2017 ويعد هذا الثلاثي من بين اللاعبين المتحين لإدارة مرسيليا التي ستفكر مليا في خدمات هؤلاء اللاعبين لتمكين نادي الجنوب من التألوق في سماء الليقآن ولما لا إنهاء الموسم بقوة ترجمة نانسي قنقر